جهاز دريل او الشينيور او المتقاب مرواحة صغيرة او مرواحة التهوية سترون نتقل الى دلت حكم او البلاي من اين نحصل على المحركات الصغيرة ديسي موتور او محركات التيار المستمرة الرابع جهاز دريل او الشينيور او المتقاب نجد بداخله كذلك محرك رائع نقوم بازالة الغطاء وازالة البراغي وكما تلاحظون لدينا هنا المحرك محرك قوي يعني يعني تعريف 12 او 18 فولت قوي جدا ويشغل بامبر عالي كما تلاحظون نقوم بازالة باقي البراغي وباقي الحيثيات التي بجانبه لكي نحصل فقط على المحرك لوحده محرك الرائع والاقوى من المحركات التي سابقتها كما تلاحظون هذا هو شكله نقوم باستعصال الخيوط وهذا هو شكل المحرك القوي الخاص بنا الذي يكون داخل المتقاب او الشينيور المحمول كما تلاحظون هذا هو شكله نحضر بطاري 3.7 فولت ونقوم بتجربتي امامكم موجب ما موجب وسالب ما سالب حتى لو قلبنا الخيوط ليس هناك اي مشكل كما تلاحظون فهو يعني شغال بدون اي مشاكل يمكنك استعماله في عمل مجموعة من الاختراعات هي سيارة الاطفال او سيارة التحكم عن البود الصغيرة كذلك تشتمل على اثنين من المحركات قمنا بازالة الغطاء او الهيكل العلوي وقمنا باخراجه كما تلاحظون الان سوف نحصل على اثنين من المحركات محرك في الخلف ومحرك في الامام بالنسبة للعجلة مثل السيارة التي قبلها كما تلاحظون قمنا بازالته نقوم بازالة بعض الاغطية كما تلاحظون والمحرك موجود بداخل ذلك الغطاء نقوم بازالته كذلك نحضر بطارية 3.7 فولت ونقوم بتجربته امامكم موجب مع موجب والسالب مع السالب كما تلاحظون فهو شغال بدون اي مشاكل كذلك ننتقل الى الجهة الامامية والخاصة بادارة العجلات كما تلاحظون نقوم بازالة الغطاء ازالة البراغي كذلك وهو المحرك موجود داخل هذه القطاع نقوم باخراجه كذلك كما تلاحظون هذا هو شكله يعني محرك قوي كذلك نحضر بطارية 3.7 فولت ونقوم بتجربته كذلك بدون اي شك فهو شغال الجزء الجزء الاشر وننتقل الى دارة تحكم او البلاي او الجهاز بلايستيشن او الخاص بالحاسوب لا يهمون المهم الجهاز تحكم باللعب كما تلاحظون لقمنا بفتحه كذلك هو نفسه نجد بداخله اثنين من المحركات محركات قوية ومختلفة عن باقي المحركات الاخرى محركات الدائرية كما تلاحظون تأتي على هذا الشكل يعني بخيوط خارجة منها اتنا من الخيوط احمر واسود ربما يكونوا لونها مختلف نحضر البطارية 3.7 فولت ونقوم بتجربتهما امامكم كما تلاحظون الثالث كما تلاحظون مصدس العب الضوء الذي يعطي حركة ويعطي صوت وفي الوقت يعطي إداءة لو فتحناه وازلنا الغطاء الخاص به سوف نجد محرك مثله مثل المحركات التي سابقا كما تلاحظون فهو موجود في الداخل لاحظون جيدا سوف ترون كما تلاحظون والمسؤول عن تحركة تلك الفقاعات كما تلاحظون هذا الشكل نقوم بإخراجه ونقوم باستعصال الخيوط او تقطيعها فقط لكي نؤكد لكم كما تلاحظون قمنا بإزالة الخيوط وهو المحرك يعني رائع كما تلاحظون جاهز يمكنك استعماله كما تشاء نحضر البطارية 3.7 فولت كما العادة ونقوم بتجربته امامكم اللي تتأكدون لاحظون الموجب مع الموجب والسالب والسالب وبالتالي فهو شغال مثل المحركات السابقة كما تلاحظون بدون اي مشاكل يمكنك استعماله كما شئت جزء الحال عشر مروحة صغيرة ومروحة التهوية كما تلاحظون بداخلها كذلك بطبيعة حال سوف يكون محرك وليس شيء آخر لو قمنا بإزالة المروحة وإزالة البراغي كذلك نقوم بإخراجها جميعا وإخراج البلاستيكة وإخراج المحرك المجوجب بالداخل هذا هو شكل المحرك كما تلاحظون مختلف عن باقي المحركات نقوم بإزالة قياطه وكذلك نقوم بتجربته باستعمال 3.7 فولت كما تلاحظون فهو شغال بشكل جيد يمكنك استعماله كما تشاء ممكن كينة الحلقة أو آلة الحلقة جميعها المحمولة وكرر المحمولة يوجد بداخلها جميعها محركات قوية نقوم بفتح هذا النموذج وإزالة الغطاء الخاص به كما تلاحظون نجد بداخله محرك رائع كما تلاحظون محرك قوي يشغل لنا آلة أو مكينة الحلاقة نقوم بالنزع كما تلاحظون هذا الشكل نقوم باستعصال الخيوط تقطيعها إزالة لكي نخص فقط على المحرك لوحده كما تلاحظون نحضر نقوم بالطريقة 3.7 فولت ونقوم بالجربة كما تلاحظون شغال بدون أي مشاكل كذلك مكينة حلاقة من نوع آخر وطريقة فتح من نوع آخر لاحظوا الشكل مختلف عن التي سابقتها كذلك نقوم بإزالة الجوان الخاص بها وإزالة البراغ من الأمام كما تلاحظون على هذا الشكل يعني مختلف نوعا ما نزيل هذا الغطاء ونحصل على المحرك محرك مختلف وماكينة حلاقة مختلفة كما تلاحظون نحضر 3.7 فولت بطارية صغيرة ونقوم بالجربة فكما تلاحظون شغال بدون أي مشاكل يمكنك استعمال هذا المحرك كما شئت جزء كما تلاحظون ماكينة حلاقة من نوع آخر خاصة بإزالة الشعر كما تلاحظون نقوم بإزالة هذه النقط البيضة ونقوم بفتح البراقي وكذلك إزالة الهيكل لا يعرفه الكثير نقوم بإزالة هذا الغيط كما تلاحظون نقوم بتقطيع الخيط كما تلاحظون وبالتالي نقوم بإزالة تلك الهيكل البيضاء على هذا الشكل وهو المحرك لدينا محرك قوي في هذا الفيديو فهو عندي معطل لو كنت بفتح ه ربما تجده شغالا المهم أن هذا المحرك رائع جزء التاسع كما تلاحظون شينيور أو متقاب محمول صغير خاص بخمسة فولت كما تلاحظون لديه محرك رائع بداخله نقوم بفتحه إزالة الخيوط إزالة الإسلاك وإزالة الهيكل بكامله لنجد بداخله هذا الوحش أو التنين الصغير وهو محرك رائع كما تلاحظون هذا وشكله نقوم بإزالة الخيوط نزيل تلك البلاستيك الأمام على هذا الشكل كما تلاحظون وهو المحرك لدينا جاهز بدون أي مشاكل لاحظوا كيف هو شكله رائع من أفضل المحركات نقوم بإعطائه 3.7 فولت بطاريا صغيرة ويشغل بكفاءة مثله مثل المحركات التي سابقت نسبة للجوز الخامس يوجد محرك رائع داخل مجفف الشعر الصغير الخاص بـ 220 فولت قمنا بفتحه وإزالة الغطاء وإزالة الأسلاك كذلك نجده هذه المروحة مرتبط بقية الأسلاك لو قمنا بإزالة تلك المروحة بنفسها سوف نجد بداخلها محرك 5 فولت قوي جدا هذا هو شكله كما تلاحظون يمكنك استعماله في مجموعة من الاختراعات كذلك فهو غني أن يتعريف نحضر البطارية 3.7 ونقوم بتجربته أمامكم كما تلاحظون فهو شغال بدون أي مشاكل جزء 12 والآخر كاميرا صوير الغني عن التعريف التي تخرج الزوم وتدخله يعني تخرج العدسة وتدخلها ملاحظة فقط التي تدخل وتخرج العدسة وليس أي كاميرا لو قمنا بفتحها على هذا الشكل وإزالة الهيكل الخارجي وتعمقنا في إزالة باقي الهيكل الداخل على هذا الشكل لاحظوا يعني سويا نقوم بتفكيكها بالتفصيل ممل وصولا إلى أن نقترب من العدسة كما تلاحظون اقتربنا من العدسة وهو في جانب تلك العدسة سوف نرى المحرك الصغير لاحظوا هذا هو الشكل كما تلاحظون المحرك رائع صغير ويغفل عنه الجميع من الناس يعني لا يعرفون من أين يستخرجوا هذا المحرك الصغير لأنه صغير جدا في هذا الفيديو قد شاركتوا معكم الطريقة لاحظوا فهذا هو المحرك نقوم بإزالة هذه البلاستيكة الخاصة بها وهذا هو المحرك نقوم بإزالة باقي الجوائم البلاستيكية كذلك هذه القطعة لاحظوا يعني صغير جدا يعني في مكان ضيق جد ضيق كما تلاحظون وهذا هو المحرك يعني جاهز بدون أي مشاكل كما تلاحظون 3.7 أعطيناه وها هو شغال يعني أمامكم بدون أي مشاكل يمكنكم استعماله كما تشاء كما تلاحظون فهو شغال بكفاءة رائعة وبعدما انتهينا أرجو أن تكونوا قد استفدتم وعرفتم من أين يمكنكم استخراج جميع أنواع هذه المحركات التي كانت في الأغلب مجهولة لديكم لذلك لا تنسوا عمل إعجاب والشراك وفعلوا الجرس لتتوصلوا بفيديوهات أخرى قد تنالوا إعجابكم إلى اللقاء نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله